موسيقى مساء الخير لجميع المتابعين طقس العرب وأهلا وسهلا فيكم في نشرة جوية جديدة رح نحكي فيها إن شاء الله بتفاصيل أكثر عن المنخفض الجوي ومتوقع أن يبدأ يوم السبت ويستمر أيام الأحد والإثنين خاصة أن في حديث كبير عن توقعات إن شاء الله بتساقط الثلوج في بعض المناطق بالبداية سيندفع إن شاء الله يوم الغد كتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط هذه الكتلة إن شاء الله ستعمل على تشكل منخفض جوي فوق جزيرة قبرص يوم السبت ثم يتحرك هذا منخفض جوي تباعا خلال 48 ساعة القادمة باتجاه الأراضي السورية مشكلا معه جبهة هوائية تتحرك تدريجيا باتجاه المناطق الساحلية في فلسطين ولبنان ثم باتجاه الداخل باتجاه المملكة بإذن الله تعالى خلال ساعات الليلة السبت والأحد والأحد ووصولا حتى ساعات ظهر الأثنين طبعا كما ذكرنا يعني كنتيجة لحركة هذه الجبهة الهوائية توقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة يوم الأحد نتحدث يعني عن خمس درجات مئوية فقط يوم الأحد كدرجة حرارة عظمى في العاصمة عمان في حين توقع أثناء عبور هذه الجبهة الهوائية تنشط الرياح بشكل كبير وتلساقط الأمطار بإذن الله تعالى الغزيرة في مختلف ماطق الشمالي والوسط ثم الثلوج لاحقا خلال ساعات لاحقة من يوم الأحد طبعا ملخص سريل الأحوال الجوية متوقع يوم السبت كما ذكرنا غدا صباحا يوم السبت صباحا سيكون التقص بشكل عام مستقرا خلال الساعات الأولى من النهار سيكون التقص مستقرا تدرجين خلال ساعات ما بعد الظهر والعاصر يتوقع أن تتكاثر السحب بإذن الله في المنطقة الشمالية والوسط ويتوقع أن تبدأ الأمطار بالهطول على شكل زخات من المطر تكون غزيرة أحيانا وربما تترافق بحدوث العواصف الرعدية وزخات البرد أيضا يوم السبت كما ذكرنا كان نتيجة لبداية عبور الجبهة الهوائية يتوقع خاصة مع ساعات المساء والليل وليلة السبت الأحد أن تنشط الرياح بشكل كبير ليلة السبت الأحد عفوا أن هناك نشاط واضح في سرعة الرياح في مختلف مناطق المملكة يوم الأحد سنستيقظ صباحا على أمطار يعني قد تكون غزيرة في معظم مناطق المملكة لا نتحدث عن تراكمات صباح الأحد يعني صباح الأحد نافي عنا تراكمات بشكل واسع خاصة في منطقة الشمالية والوسطى نتحدث عن أجواء غائمة ورياح قوية وماطرة في مختلف مناطق المملكة سواء كانت الشمالية والوسطى باستثناء الجبال التي ترتفع عن 1200 متر في المنطقة الشمالية يستبدأ بتساقط السلوج بإذن الله تعالى بقية المناطق ومن ضمنها العاصمة عمام سنستيقظ صباحا على أحد بإذن الله على تساقطات غزيرة للأمطار ورياح قوية بإذن الله تعالى أيضا يعني يوم الأحد كما ذكرنا تدريجيا خلال ساعات نهار الأحد يتوقع أن تتحول الأمطار إلى سلوج على المرتفعة التي ترتفع عن 1000 متر أو من 900 ألف متر في العاصمة عمام بشكل تدريجي خاصة خلال ساعتنا بعد الظهر يتوقع أيضا أن تبدأ هذه السلوج بالتراكم في المناطق التي تزيد عن 1000 متر خلال ساعتنا بعد الظهر والعصر في بقية المناطق ستبدأ الأمطار فيها وتستمر أمطار فيها لتصبح أمطار مخلوطة بأسلوج في تلك المناطق أيضا يعني أن الأمور مميزة للأحد كما ذكرنا سابقا يعني ضروة تأثير للجبه الهوائي يتوقع أن يكون ليلة الأحد الاثنين وصباح الاثنين يعني خلال ساعة فجر وصباح الاثنين يتوقع أن تشتد بشكل عام تساقط الثلوج أو تساقط الأمطار يتوقع أن تطال الثلوج مناطق 800 متر لتحصل يعني تراكمات توصف بأنها بسيطة ومحدودة فوق الثمانمية لكن هناك سيكون تراكم بشكل أوضح ربما في مناطق التي ترتفع من 900 إلى 1000 وخاصة مناطق التي ترتفع عن 1000 متر نتحدث مثلا في العاصمة عمانا سبيل المثال في مناطق خلدة وصويلح واتلال علي والجبيهة والجامعة الأردنية هذه مناطق ربما استشهد تراكمات بشكل أوضح ما ساعات صباح يوم الاثنين فبالتالي معظم مناطق العاصمة عمان ستستيقض صباح الاثنين على منظر أبيض جميل كما ذكرنا حتى المناطق 800 استشهد تراكمات بسيطة ومحدودة في حين مناطق من 900 إلى 1000 وخاصة التي ترتفع عن 1000 استشهد تراكمات بشكل أوضح خاصة ما ساعات فجر وصباح الاثنين وسط رياح عاصف خلال ساعات فجر الاثنين ربما تتجاوز هباتها 100 كم في الساعة 100 كم في الساعة يعتبر رقم كبير حقيقة من حيث سرعة الرياح ونحذر من شدة هذه الرياح أيضا كما ذكرنا الرياح الشديدة التي تتجاوز 100 كم في الساعة بالانتقال التوقعات يوم الاثنين سيستمر تساقط الثروج خلال ساعات النهار حتى ساة تظهر على مناطق التي تزيد عن 800 متر بالتالي نحدث عن مناطق العاصمة عمان لكن نعيد ونتكرر التراكمات ستكون بشكل أوضح في المناطق التي ترتفع ما بين 900 لألف وخاص التي ترتفع عن ألف متر في حين عدنا يوم الاثنين أجواء شديدة البرودة نتحدث عن حرارة عظمى فقط 3 درجات مئوية في العاصمة عمان أيضا في المناطق التي أقل من 800 تستمر فيها الأجواء ماطرة أو ربما أمطار منزوجة بالسلوج في مختلف المناطق سواء كانت الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية أيضا في الانتقال إلى الخريطة الثالثة توضح أماكن تساخت الأمطار في البداية كما نشاهد لله الحمد الأمطار ستعم معظم مناطق المملكة سواء كانت الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية أو الشرقية وهذا أمر مميز في هذا المنفذ الجوي الأمطار شامل لمعظم المناطق نتحدث ربما عن غزارة واضحة بالأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى كما نشاهد أكبر كمية الأمطار ستسقط في هذه المناطق الشمالية والوسطى ربما تتجاوز 70 مم الأمطار كما نشاهد تطال معظم مناطق المملكة بحمد الله وستعمل على إضافة كمية كبيرة من الأمطار أو كمية أخرى من الأمطار التي هطلت خلال شهر واحد الحالي بالانتقال إلى توقعات أماكن تساقط وتراكم الثلوج نرى في المنطقة الشمالية مناطق محافظة جرش وعجلون المرتفعة نتحدث عن رأس منيف عبين وعبلين وسوف والقاعدة هذه منطقة جميعها تشهد تراكم الثلوج بشكل واضح خلال ساعات يوم الأحد خاصة مع ساعات مساء الأحد وصباح الأثنين ربما طبقة أخف من الثلوج في المناطق التي تقل عن ألف متر أيضا هناك جبال المفرق سشهد بإذن الله تراكمات سلجية جيدة مع ساعات مساء الأحد بإذن الله تعالى العاصمة عمان كما نشاهد التراكمات الأكبر ستكون في المناطق التي ترتفع يعني ما بين تسعمية لألف وخاصة التي ترتفع عن ألف نتحدث عن تلال علي وخلدة وصويلح والجامعة الأردنية والجبيهة ودابوق هذه المناطق نرى فيها تراكمات قد تكون يعني جيدة صباح الأثنين عفوا خلال فجر وصباح الأثنين في حين بقية مناطق العاصمة عمان سترتدي بإذن الله طبقة خفيفة من الثلوج خاصة مع ساعات صباح الأثنين المناطق الجنوبية المزار الجنوبي هناك تراكمات المناطق الأقل من ألف متر أيضا طبقة خفيفة من الثلج في حين المناطق المرتفعة من جبال الشراء بإذن الله أيضا في محافظة معانا استشهد أيضا تراكمات ثلجية بإذن الله خاصة مع ساعات صباح الأثنين كملخص عام هناك منخفة جوية سيبدأ يوم السبت والأحد ويستمر حتى ظهر الأثنين كما ذكرنا الأمطار تبدأ عصر الظهر وعصر السبت في منطقة الشمالية والوسطى ثلوج تدريجيا يوم الأحد خلال ساعات النهار فوق المناطق التي ترتفع عن ألف متر ليلة الأحد الأثنين وفجر الأثنين هناك تدني في مستوى تساقط السلجة طال مرتفعة التي ترتفع عن ثمانمائة متر يوم الأثنين صباحا تقص عاصف وماطر ومسلج ربما في ماطقة التي ترتفع عن ثمامنية وصلنا حتى ساعات ظهر الأثنين بعد ذلك هناك استقرار أو حفظا تراجع تدريجي في الفعالية الجوية لتصبح الحالة الجوية يعني على شكل زخات متقطعة ربما من الثلوج في المناطق الشمالية والوسطى في حين المعلومة الأهمة أن تقص العرب حاليا يراقب احتمال يعني كنتيجة استمرار تدفق الهواء القطبة نحو المناطق لكن يراقب احتمال تشكل منخفض جوي جديد فجر الثلثاء قد يعمل على تجدد تساقط الثلوج يوم الثلثاء والأربعة لكن المنخفض الجوي الآخر له متوقف فجر الثلثاء حتى الآن يعني تفاصيله غير واضحة بشكل كامل المناطق التي سيحدث عليها تساقط الثلوج في حال تشكل هذا المنخفض الجوي ستكون بشكل أوضح إن شاء الله يوم الغد يوم السبت يعني دائما نتحدث أن توقعات تتغير باستمرار فلذلك يوم السبت سنعطي لمحة أفضل عن المناطق التي عفون عن تشكل المنخفض الجوي جديد في حال تشكل والذي متوقع أن يؤثر يوم الثلثاء القادم دائما نتحدث معكم ونكون معكم أولا بأول في النشرات الجوي دائما لا تنسوا تحميل تطبيق تقصي العرب على الهاتف الأندرويد والآيو أس ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والموقع الإلكتروني أريبيا وذردوتكم كان معكم أسامة الطريفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة